طب يعني إحنا محتاجين إن شاء الله يعني قدر الإمكان نجري عشان نلحق حتى نبني على نجاحنا أنا الآن يبقى ناشط سيادة الوزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يدعمنا في التجارب دي أو يدعمنا سواء من خلال المركز الطامي البحوث أو غير لأن إحنا محتاجين الإمكانيات ضخمة يعني محتاجيننا التواصل معها أصلاً عشان نعرف البروستيس بتاعتنا هيتمشي إزاي يعني أكيد يعني الدكتور إيمان عشور وزير التعليم العالي أكيد هيتسمع لحضرتك لأنه إحنا قدامنا فرصة قوية جداً إنه كمان بالاعتراف الدولي بنشر هذا البحث في دورية علمية كبيرة زي كده بيقول إن إحنا قدام بحث واعد يعني طب إذا توقف ده يعتبر مشروع قومي للبلد وصلاً طبعاً ده مشروع صحيح ده إن شاء الله أترض من عندنا دي يكون حاجة كويسة جداً للعالم كل صحيح عاوز أسأل حريك سؤال إيه اللي خلاك تشغل عن موضوع ده وعمر تسعتاشر سنة؟ أنا أشتغلت الموضوع ده فعلاً وأنا أطالب في فؤولك وفي فؤول علوم بسبب إن إحنا حاطنا في الظرف يعني الحمد لله ممر في فترة بسيطة كان عندنا هنا وليتي تعبت شوية وكانت دخلت في الطريق ده فأنا كنت خايف إنها تكون من ضمن البريست كانسر يعني إنه موضوع يوصل البريست كانسر لكن الحمد لله ربنا لغف فأقلت لنفسي لا أنا دساً مشتغل على الفكرة دي الفكرة كانت عندي من أبلها كمان مثلاً حصل دينا الظرف قلت إنه ممكن هنا نخطي الظرف زي ده أو يكون عندنا بيشانت فعلاً بالموضوع ده أنا حاول أعمل أقصى ما عندي وصلنا أطالب في كلية علوم كلية العلم فده دي حاجة تكون سهلة بالنسبة لي دايماً يا دكتور عاز أقول لحدتك حاجة دايماً الأم ملهمة حتى لو تعبت حتى بمرضها هي ملهمة وسبحان الله ممكن ربنا يجعلها سبب أنها تتعالج الملايين من مرض السرطان طب الفردية أو النظرية دي أنا بحاول أفكر محييك بصوت عالي هنا إحنا ممكن تستخدم على كذا نوع من السرطان مش سرطان السادي بس كل الأورام الصلبة كل الأورام اللي بتنمو بشكل متكتل لأن الميكانيزم واحد الخلايا السرطانية تستغل في جولوكوز فإحنا بنترجتها عن طريق الجولوكوز عن طريق جزئات الجولوكوزدين بتاعتنا يعني يعني يا حضرتك خدعت الخلايا السرطانية يعني هو الفرد العلمي هنا فيه يعني هو أخ بس مرض على وجه الأرض يعني أنا عدلت الجزئ جزئ جولوكوز عبارة عن شكل تكيبه معين تفاعل الاستبدال لها بيتم استبدال جزئ بيتم زرة صوديم بزرة حيدروجين فبيطلع مركب جديد اسم الجولوكوزدين مركب شبه الجولوكوز فعشان الخلايا السرطانية أو التيومر ما عندوش بيرن فانكشان يفكر انه يفرق ما بين الجولوكوز البيور والجولوكوز المتعدل فبيبدأ ياخد الجولوكوز على أساس انه طبعا هو بيخش الورم عن طريق بقوبات الجولوكوز الجولوط 1 والجولوكوز 3 وجامل مستقبلات الصدم في الورم فهو يعتمد عليه ويتغزة ويتسمم يعني ما يرفض انه يستقبله اصلا فبالتاله يموت يعني هو موضوع ببساطة وشديدة حضرتك بتعمل خداع للخلايا السرطانية اللي بتتغزى على الجولوكوز اللي هو سكر يعني بالبلد زيان بيقولوا يعني فهي بتتغزى على الجولوكوز فحضرتك بتحب بتدخل حاجة في مركب الجولوكوز في الجسم بيكون سامة للخلايا السرطانية اه ميكانيزم معين بتخليها موضوع كبير من مصدقية برنامجنا مصر تستطيع هو التطقيق العلمي هذه الدورية العلمية اختارت علمنا ماهر مونير انه يكون جول بورد بتاع المجلة كاصغر باحث في بورد المجلة او بورد الدورية وهو عنده 23 سنة فده معناه انه تقدير كبير جدا احنا بيتكلم على بحث محكم محكم يعني تم تقييمه من كبار العلماء على مستوى العالم داخل المجلة وسمحوا بنشره وقالوا انه حاجة مهمة الاهم من ده كله انه تم الاشارة لهذا البحث مئات المرات من ابحاث اخرى وده معناه انه في معامل بحثية على مستوى العالم كل دلوقتي شغالة على الفرضية التي خرجت من كلية لون جامعة المنصورة ده حاجة زعمد وانا ان شاء الله قريب جدا هتوصل مع حضرتك وفي بحث عالمي يعني بولار على الفرضية وفي حالة يعني انا مش عايز اقول حاجة عليها دلوقتي لكن ان شاء الله يهز الوسط العلمي كله يا رب المهم ننشره الاول يا دكتور ننشره الاول بعد كنا نقول يعني حاليك عايز في القاعدة الالمية فربنا وفقك وتنشر ونحتفي ان شاء الله ببحث جديد لكن احنا بيتكلم على بحث ان شاء الله ان صحة او ان لو نتائجه مستقبلية مباشرة احنا بيتكلم على مشروع قوم يا جماعة يعني علاج للسرطان يخرج من جمهورية مصر العربية واحنا بنتكلم على دورية علمية كبيرة في العالم بتعترف بهذه الفرضية وبتقول انه ده ممكن يكون علاج محتمل لمرض السرطان